لجنة العقوبات الخاصة باليمن توصي بإضافة خالد نجل الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لقائمة العقوبات ونشرت لجنة الخبراء تقريرها في فبراير من العام الجاري وتحدثت للمرة الأولى عن نجل صالح خالد إضافة لوالده وشقيقه أحمد الذان شملته مع عقوبات في وقت سابق إلى جانب زعيم ميليشيا الحوثي وشقيقه عبدالخالق والقيادي في الجماعة أبو عالي الحاكم فيما يتعلق بشبكة صالح المالية قال التقرير أنه واصل إجراء تحقيقاته في الشبكات المالية المكونة من أفراد محددين ووجد أن خالد نجل صالح يطلع بدور مهم في إدارة الأصول المالية بالنيابة عن شخصين أدرج في قائمة العقوبات وهما والده وشقيقه أحمد وقال بأنه تبين للفريق إجراء تحويلات مشبوهة لمبالغ مالية ضخمة خلال الفترة 2014-2016 ظالعة فيها ست شركات وخمسة مصارف في خمس بلدان وهي تحويلات تندرج حتما خارج الممارسات العاديات لإدارة الأموال التي يقوم بها الأشخاص الذين يمتلكون ثروات طائلة يرى بعض المراقبين إمكانية الدول المتضررة رفع قضايا أمام الدول التي تتحفظ عن تلك الأموال المنهوبة من عمليات غسيل الأموال بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة غسيل الأموال خاصة وأن التحايل على تدابير تجميد الأصول وتمكن المدرجين ضمن العقوبات من الوصول إلى الأموال اللازمة ساعدتهم على الحفاظ على قدراتهم لتهديد السلام والأمن المحلي والإقليمي فهل يضغط المجتمع الدولي إلى إخراج الصالح من المشهد تماما أم أن هناك من يدفع بإغلاق كل الأبواب لا لإدفاء النيران بل يزداد لهيبها